احنا اللي عملنا المرة الماضية رحنا درسنا الـ Potential Energy اللي هي طاقة الوضع و رحنا ربطنا بين طاقة الوضع اللي هي الـ Potential Energy مع الـ Work وحكينا لما يكون في عنا Closed System بمعنى أو Isolated System بمعنى انه ما في عندي أنا External Force على الـ System الموجود عندي يعني External Force تساوي 0 و كمان الشرط الثاني اللي اطلعنا عليه انه القوة تكون conservative قوة محافظة حكينا انه Mechanical Energy اللي هي E بتكون ايش محفوظة بمعنى انه التغير في Mechanical Energy بساوي ايش 0 هذا آخر اشي وقفنا عليه وحلنا عليه سؤال هلأ اللي بدنا نروح نطلع عليه اليوم بدنا ندرس العلاقة لـ Potential Energy مع الـ Position فعنواني الـ Section اليوم اللي هو ريخي Potential Energy كيف؟ كيف؟ إنه بدنا نطلع على العلاقة بين الـ Potential Energy والـ Position اللي هو ايش؟ الـ R أو الـ X تمام؟ هلأ بكل بساطة الي احنا اطلعنا عليه إذا تتذكروا رحنا حكينا عن دلتة U بشكل عام وإذا كانت اليوم اللي رح نطلع عليه إذا كانت هذه دلتة U تعتمد على X فاليوم اللي رح نطلع عليه إنه إذا الـ Potential Energy أو الـ Difference في الـ Potential Energy بيعتمد عمين؟ على X فبكل بساطة إذا بتتذكروا إحنا من المرات اللي فاتت رح نعرفنا إنه دلتة U تساوي سالة الـ Work صح؟ إذا كان الـ System conservative أو isolated system تمام؟ هلأ لو كانت هاي الـ U بتعتمد على X بطبيعة الحال أكيد مش رح يختلف هذا الـ Definition تمام؟ فبالتالي دائماً الدلتة U سواء بتعتمد على X أو لا دائماً الدلتة U إذا كانت function of X أو لا يعني كانت constant أو كانت function of X دائماً تساوي سالة الـ Work هلأ إحنا بنعرف كمان إنه من الشابتر اللي قبل إنه الـ Work بساوي F of X ضد دلتة U تمام؟ صحيح؟ إحنا بنعرف إنه الـ Work هو dot product بين الـ F ومين؟ الدلتة U اللي هي الإزاح تمام؟ هذا معناه من هاي العلاقة إذا سوينا هذا الطرف مع هذا الطرف بمعنى إنه لو حكينا إنه دلتة هذا الطرف رح يساوي هذا الطرف فهذا رح نطلع منها هاي بالعلاقة التالية إنه دلتة U أو F of X رح تساوي ناقص دلتة U على دلتة X صح؟ لأنه هنا في إشارة minus فكأنه بننقل هاي الماينوس عند وحدة فيهم يا هاي يا هاي تمام؟ لأنه بطريقة الحال هاي تساوي ماينوس هاي تمام؟ فهون بكل بساطة يعني نقدر هاي الخط سالب هون أفضل لأنه هاي بتساوي ماينوس هاي بالـ Work بيساوي من كمية الموجبة فبالتالي F of X كأنها تساوي سالب التغير في الـ Potential Energy بالنسبة للإزاحة اللي هي دلتة X فمعناته بكل بساطة إذا أنا بعرف الدلتة U بقدر أطلع منها إيش؟ الفورث إنه إذا أنا بعرف دلتة U بس بقسم دلتة U على دلتة X بضرب في ماينوس هاي بتعطيني مين؟ الفورث تمام؟ كمان شغلة مهمة إذا كانت هذا التغير كثير كثير صغير بنصير إحنا نعرف التغير بإيش؟ بالـ Derivative صح؟ فإذا التغير كان صغير هذا معناه إنه F of X رح تساوي سالب D U of X على D X وهاي العلاقة بين الـ Potential Energy والفورث إنه إذا أنا معاي الـ U بقدر أطلع منها الفورث بمعنى إنه بشتق الـ U بالنسبة للـ X بضرب في إشارة سالب تمام؟ وتعطيني مين؟ الفورث تمام؟ شو علاقة هذا الحكي في عنواننا؟ نحن عنواننا إننا بدنا ندرس الـ Potential Energy Curve بمعنى بدنا ندرس هذا الـ U of X يعني الـ U بالنسبة لـ X ونشوف من الرسمة كيف ممكن نطلع الفورث أو شو يعني الفورث وممكن من الرسمة نطلع كمان شغلات جديدة رح نتعلمها تمام؟ فبكل بساطة اللي بناروح نطلع عليه هو الـ Curve U والـ X ونشوف كيف ممكن نطلع الفورث ونشوف بعض الحالات الخاصة وندرس هاي الحالات طيب لو رحنا بكل بساطة وطلعنا على منحناء U مع الـ X تمام؟ لنفرض إنه في عندنا منحناء وهذا المنحناء بيتبع هذا الشكل تمام؟ هاي U هاي X وهاي U ولنفرض إنه في عندي منحناء وهذا المنحناء شكله هيك يعني هنا مجرد شكل تمام؟ مجرد بس شكل بدل ندرسه هيك مثلا شكل منحناء تمام؟ يعني أنا رسمت هذا المنحناء عشان بسي نوضح بعض النقاط المهمة وإفرض إنه هاي النقطة هون هي X1 هاي النقطة نسميها X2 هاي النقطة هون X3 وهاي النقطة هون X4 مثلا تمام؟ تمام؟ وأجد حكيت إنه أنا عندي هون U معينة تمام؟ ومنفرض إنه القيمة هون عند X1 كانت 4 جول وهون مثلا 6 جول أرقام يعني مش مهم تمام؟ بس إنه مجرد منحناء ومثلا عندي القيمة هون مثلا كانت 3 منفرض مش مهم هاي الأرقام هليا اللي انظلا عليه إنه لو حكيت لك أنا إنه لهذا المنحناء اللي هو U مع X أو لهذا السيستم يعني هذا المنحناء أكيد يمثل سيستم معين لو حكينا إنه الإيمي كريكل تساوي 5 جول فرضا إنها خمسي جول تمام؟ يعني هي مش بداما خمسي جول هي مجرد رقم بس لهذا السيستم مثلا لو أجينا ومثلنا الخمسة جول على هذا المنحنة وين رح يطلع الخط رح يطلع الخط عند هاي سوري هنا الأربعة نفرض هاي خمسة هاي الأقلام سيئة هاي نحط هاي خمسة بس عشان يصبط البدية وهاي أربعة هون تمام لنفرض أجينا ولمثل الخمسة فبليجي بنحكاية خط الخمسة فهاي اللي هي E mechanical صح هاي E mechanical هلا احنا بنعرف بشكل عام انه E mechanical رح تساوي K زائد اليو فالE رح تساوي الكاينتك انرجي زائد اليو هلا يفرض انه اليو هي بتعتمد على X فهي function of X وكمان يفرض انه K بتعتمد على X وجمعتوا مع بعض فبعطيك E E constant هنا E ثابت constant احنا ضرضين تمام يعني دائما ال E mechanical بتساوي خمسة جول يعني دائما عند كل النقاط اللي هور دائما مجموع الكاينتك Will you بدي يعطيني خمسة تمام هذا بالنسبة للمنحنة هلا لهذا المنحنة بتنا نعرف اشي اسمه ال خلينا عاملش نعرف ال turning points اشي اسمه ايش ال turning points شاي هاي الترنيك بوينت الترنيك بوينت معناها هي النقطة اللي عندها كل البوتانشال انرجي بتتحول ل ميكانيكا الانرجي يعني كل ال U هاي بتروح لإي ميكانيكا معناتو الكاينتك شو بتساوي عند هاي النقطة عالي تمام فالترنيك بوينت تعريفة الترنيك بوينت تعريفة هي النقطة اللي بتتحول عندها البوتانشال انرجي او البوتانشال انرجي بتساوي ميه الميكانيكا الانرجي هاي النقطة بنسميها ترنيك بوينت وبتكون عندها الكا تساوي ايش صفر بمعنى الرياضي انه الترنيك بوينت هون هاي انه بيكون عندك انت الإي تساوي اليو و الكي أوف اكس تساوي إيش زير يعني ما في عندي كايناتك انرج بمعنى إذا أنا رحت أعطيتك كيرف تمام وهذا الكيرف بدي تطلع لي منه التيرنينج بوينس بديك تروح تدور على النقاط اللي عندهم الكايناتك انرج تساوي الصفر أو اللي عندهم اليو تساوي اليو بمعنى في الكيرف اللي عندنا في عندنا هاي النقطة اللي فيها الكاي تساوي اليو صح؟ هون اليو خمسة والإي خمسة صح؟ اللي هي هاي النقطة إكس وان فبحكي إنه إكس وان في هذا المنحنة لإنه علدها اليو خمسة والإي كام؟ كمان خمسة إحنا معارفينها فبالتالي علد إكس وان في عندي إيش؟ تيريق بوينس فإكس وان فيها تيرمينج بوينس فهاي النقطة هي عبارة عن تيرمينج بوينس يعني الكايناتك انرجي عند هاي النقطة شو بتساوي صفر بمعنى إنه سرعة الجسم عن الإكس واحد شو تساوي؟ كمان صفر كمان؟ صفر ليش؟ لأنه البوتانشيل عندها كام؟ هاي من المنحنة البوتانشيل الخمسة والإي ميكانيكا الخمسة فهاي النقطة نسميها إكس فايف فإكس فايف كمان إيش؟ كمان تيرمينج بوينس ففي هذا المنحنة عندنا إكس واحد وإكس فايف هذولا تيرمينج بوينس كيف نطلحهم؟ هم من نقاط التقاطع بين اليو والإي ميكانيكا ليش؟ لأنه عندهم لازم اليو تساوي الإي وبالتالي الكايناتك إنرجي تساوي صفر وبالتالي سرعة الجسم تساوي صفر واضح تعريف التيرنينج بوينس فالتيرنينج بوينس أو تيرنينج بوينس هم من نقاط التقاطع يعني أنا بكون راسي منحة لليو بجيب الميكانيكا للقيمة اللي أنا معطيك إياها تمام؟ وهاي القيمة برسم الخطاحة وإن بتقطع الكيرف هذولا اللقاط بيكونوا تيرنينج بوينس لأنه لحظتها بتكون الإي تساوي اليوم وبالتالي الكايناتك تساوي صفر وبالتالي سرعة الجسم عند هاي اللقطة تساوي صفر طيب فرضاً أو جدلاً لو حكيت لك إنه الإي ميكانيكا تساوي سبعة جول تفرض إنه إي تساوي سبعة في تيرنينج بوينس لا ناسي لا وأنا ما في تيرنينج بوينس فبتحكيلي للكيرف هذولا تيرنينج بوينس لأنه ما في ولا إكس ولا إكس هنا على الكيرف عندها الإي ميكانيكا تساوي من اليوم سو إنه الجسم مستحيل تكون سرعته بتساوي صفر فشايفين كنتيش فائدة اليوم مع الإكس شوفي أو شوفي معلومات أنا بقدر أستفيد منها إنه بقدر أعرف هاي اللقطة تساوي صفر يا جماعة في الميكان ما حدا تشغل الماي بدكش تسمعني وبدك تسمعني صوت الإزعاج اللي عندك كمان هلأ هون الفي هاي بتساوي صفر أنا بعرف من خلال التيرنينج بوينس وين الجسم سرعته صفر طيب هلأ لنفرض طيب برأيكم لو الإي ميكانيكا مثلا ثلاثة جول افرضوا إنه الإي ميكانيكا هلأ ثلاثة جول يعني هون خط الإي ميكانيكا لو الإي ميكانيكا هنا كم تانيج بين نقاط عندي؟ أربعة عربعة مال؟ هاي نقطة وهاي نقطة وهاي نقطة وهي نقطة في عندي أربع نقاط ما لهم تانيية بوينس هلأ ممتاز فهيا خلينا نسميها الإي ميكانيكا 1 هاي إي ميكانيكا 2 فعند إي ميكانيكا 2 يمامي عندي أربعة تاريون معك leading طيب هذا بالنسبة للمفهوم الأول اللي لازم نعرفه اللي هم الإشي الثاني اللي روح نتعلمه اللي هو الإكوليبريام بوينس الإشي الثاني اللي بنا نطلع عليه هو الإكوليبريام بوينس طيب هلأ الإكوليبريام بوينس اللي هو هيدا النقطة الثالية اللي ممكن نستفيد من الكارف منها هاي الإكوليبريام بوينس بالعربي كنت تسموها نقطة التعادل أو يعني نقطة الاتزام نقطة الاتزام نحن بنعرف إنه محصلة القوة عليها أو القوة عليها شو تساوي؟ صفر صفر تمام؟ فالإكوليبريام بوينس هذا من الإشي اللي بنعرفه إحنا قبل إنه في الإكوليبريام بوينس شو بتساوي؟ سيرو أو أفنك تساوي إيش؟ سيرو حلو، شو علاقة هذا بالكارف اللي عنده؟ هذا علاقته إحنا قبل شوية رحنا أوجدنا علاقة بين الأف واليو حكينا إنه الأف تساوي كمقدار تساوي ناقص دي يو مشتقة ومن الفانديمنتال وفي كاركراس نحن بنعرف إنه هذا المشتقة هو السلوب صح؟ نحن بنعرف إنه المشتقة من الكاركراس هاي بتمثلي السلوب بين منحنة يو وإكس يعني لو رسمت أنا منحنة يو مع إكس للسلوب بعطيني نين للفورس يعني للسلوب عند هاي النقطة أنا بعطيني الفورس عند هاي النقطة للسلوب عند هاي النقطة بعطيني الفورس عند هاي النقطة وهكذا طبعاً السلوب لمين؟ للتانجن للمماس، نرسم مماس والسلوب للمماس بيكون هو الفورس مش هذا موضوعنا إحنا اللي بندور عليه مش قيمة الفورس إحنا بندور إمتى الفورس صفر بمعنى إمتى السلوب صفر صح؟ الفورس هي السلوب أو مايناس السلوب فإذا أنا بدي الفورس صفر فعلاته بدي السلوب صفر فبالتالي F F equals zero That means إنه السلوب Equals zero والسلوب دائماً zero للخط الموازلة لو أنا عندي خط موازلة ويحور السينات فالسلوب بيكون إليه إيش زير يعني كل التانجنت لو أنا رسمت مماس أو أكثر من مماس كل المماسات اللي موازلة محور السينات هاي بتكون لها السلوب زيرو وبتكون هي كوليبريا بوينز زي شو؟ زي X2 هاي النقطة هاي النقطة لو رسمت إليها المماس حيكون موازلة محور مين؟ السينات صح؟ فهون هذا حيكون المماس موازلة محور السينات كمان مين؟ X3 هايوا لو أصبح مماس هذا المماس حيكون موازلة مين؟ لمحور السينات كمان X4 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 صح؟ كل هذولة السكوب إليهم مالو 0 فبالتالي X3 فترة بعد X كمسة كلها كمان هاي خليها شوي هاي بنرجع لهاي المنطقة لأنه هولا ما في ميني مم أصدر يعني هاي كلها بنرجع لها كماني شوي تمام؟ بنسميها اسم ثاني خلوها هاي المنطقة خلوها مراكسين عهاي فهون هاي المناطق اللي هم مين؟ X2 و X3 و X4 شو بعطوني؟ equilibrium points X2 X3 X4 هذولا equilibrium points نقاط تعادل الحلو فيهم إنه هم شيئات دائماً بيجوا عند minimum والmaximum للcurve فدائماً لما أنت بتعمل minimum و maximum للcurve يعني توجد local minimum والlocal maximum صح؟ هذولا بيكونوا إيش؟ turning points وإحنا بنعرف أصلاً من الكاريكولاس إنه إذا اشتقينا function وسويناه بالصفر هذا بعطيني local minimum والlocal maximum صح؟ فبالتالي تعريف equilibrium points هم من local minimum والlocal maximum من مين؟ ل you للfunction you لأنه أنا هيني اشتقيت you اللي هو slope وساويت the slope بالصفر فمعناته أنا كإني ساويت المشتقة بالصفر فدائماً همي أنا لما أشتق you بالنسبة سالح you طبعاً لأنه في السالح وساويت بالصفر هذا معناته أنا رحت أوجدت local minimum والمشتقة بالصفر والمشتقة بالصفر والمشتقة بالصفر والمشتقة بالصفر فبالتالي الـ equilibrium points لهذا المنحنى هم الـ local minimum والـ local maximum تمام؟ طيب فباختصار الـ equilibrium points همي النقاط اللي عندهم الفورس صفر بمعنى إنه المشتقة U بالنسبة لـ X صفر بمعنى إنه الـ slope صفر وبمعنى آخر إنهم هم الـ local minimum والـ local maximum لمين لـ الكيرث U مع الـ X تمام؟ الأشي الأهم من هيك هذول النقاط اللي هم X2 و X3 و X4 منقدر نصنفهم تصنيفين يعني الـ equilibrium points منقدر نصنفهم لنوعين النوع الأول بنسميه stable equilibrium points والنوع الثاني unstable شو الفرق بينها خلنا نشوف شو الفرق بين stable equilibrium points والـ unstable equilibrium points والـ unstable فهون عنا إحنا إيش حكينا equilibrium points بنصنفهم لنوعين النوع الأول اللي هو stable equilibrium points والنوع الثاني unstable 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 equilibrium points تمييز بسيط من الكيرف وبعدهم بنشوف كيف بنمييزهم رياضيا يعني من المرادلة شوي إذا كتب هناك زيح الكاميرا شوي بسأل بك إيش لو بدك تكتب هناك تكمل أيوة تمام طيب هلا الـ equilibrium points حكينا لهم stable وقال stable equilibrium points شو الفرق بينهم من خلال الكيرف بننسى شوي الرياضيات بنرجع لها كماني شوي كيف نمييز بينهم رياضيا لكن من خلال الرسمي stable معناها ثبات unstable يعني غير ثابت يعني الدكتور خط ونقطة خط ونقطة طبعا يكون موازي إذا كان موازي هذول equilibrium points إحنا هلا بدنا نفرق بينهم stable وunstable بدنا نعرف x2 stable ولا unstable x3 stable ولا unstable x4 stable ولا unstable unstable ما بنعرف بدنا نعرف هلا لنميز بينهم تمام هلا عشان نعرف الفرق من stable equilibrium points والunstable stable هي النقطة اللي بيحب الجسم يتحرك حوليها بمعنى بيفضل الجسم انه يمشي في هذا البوتانشا يعني اللي بنا نتخيلوا مع انه هذا مش الواقع بس اللي بنا نتخيلوا انه لو كان عندك انت جسم وهذا الجسم نزلناه هون رح هذا الجسم يحب يظل ويرجع حوالين هاي النقطة صح؟ فهاي النقطة x2 هي stable الجسم بحب يظل يروح يرجع حواليها يعني تخيل انت زي زحليقة فيه اه اه وهو بحب يروح يرجع حوالين هاي النقطة يعني دفتور صعر الاعلى فهون x2 و x4 ما لهم stable young boy x2 x4 انه لا stable ميش؟ لانه الجسم بحب يظل يروح ييجي حوالين الانستابل الجسم ما بيفرض انه يبعد عنه بحب يتجوازها بسرعة يعني زي النقطة x3 هاي x3 x3 هاي بحب ش الجسم يظل واقف هون يعني انت تخيل لو في عندك جسم دي يمشي هيك مباشرة خلاص بيغطحها ما بيفضل انه يظل فوق هو بحب دايما يقعد وين عند اللوكل منيمم عند اللوكل ماكسما بالجسم ما بحب انه يوخد طاقة كبيرة ويظل فوق بحب دايما وين ينزل لللوكل منيمم يعني يمشي بوتانشيل انرجي او يوخد بوتانشيل انرجي لانه صغير دائما هاي فكرة في الفيزياء كلها دائما انت اي سيستم عندك فيزيائي دائما بدك تعمل منيم للانرجي دائما بدك تخلي الانرجي منيمم او بحب الجسم او الاجسام الموجودة انها تظلها ايش في وضع طاقة يكون منيمم تمام فهون الاكس ثلاث مالها انستيبل ليش انستيبل لانه الجسم ماله هذا من خلال المنحرك كيف ممكن نطلحها رياضية اذا انتبهتوا انه كل الانستيبل هم الوكال مينمم والالستيبل هم الوكال ماكسمم كيف نميز بين الوكال مينمم واللوكال ماكسمم افرضوا عدكم فانكشن وهذا الفانكشن افروف اكس بساوي اكس تربية نقص اثنين اكس وبدك توجد الوكال مينم واللوكال ماكسمم بتشتق الفانكشن بتسوي بالصفر صح اشارة افروف بقيم بالصبط بيجي بتفحص اذا المشتقة دي اف باي دي اكس اكبر من صفر ولا دي اف باي دي اكس عند اللقطة طبعا اللي انت طلعت نسميها اكس التست اللي بتستخدمون اذا المشتقة عند النقطة اكبر من صفر شو بتكون هاي زايد اقمة غير الاستابل دي اصبحت لوكال ماكسمم لوكال ماكسمم هذه وتكون ماكسمم و علش مينم مينم McG interess معناتو هاي بتكون لوكال ماكسمم ومعناك إذا أرأتك رص منحنة أو علاقة لـ U مع X واشتقيتها وسويتها بالصفر هذا بعطيك الـ equilibrium points وإذا رحك بحثت في الإشارة لـ U of X بعطيك الـ local maximum والـ local minimum ومنهم بتحدد إذا هاي النقاط اللي أنت أوجدتها لـ equilibrium points هل هي stable ولا إيش تمام طيب هلأ نخلي الـ curve نمسح كل اللي عملناه هلأ احنا نحكيناها بكل بساطة حكيناها الـ equilibrium points turning points وفرقنا بين أمورهم وشفنا كيف بنعرفكم عند الرسمة أو في الرسمة هلأ إذا نتخيلوا لو معناش رسمي لو معناش U مع X لو معنا function U of X function معين تمام كيف ننطلع turning points والـ equilibrium points من الرسمة سهلات تمام فأنا نتخيلوا أنه لو أنا عندي function هذا الـ function U of X وبدأ أطلع منه وبدأ أطلع منه الإيكوليبريان points وإيكوليبريان points وإيكوليبريان points فنكشن بإفراد الويكس تربية ناطس اكس مش مهم كمان شوان بنخل المثال وهذا الفنكشن بدنا نطلع اول اشي لكوليبريام بوينز كيف حكينا بنطلحهم احنا عرفنا لكوليبريام بوينز انه الفورس صفر بمعنى انه ناطس دي يو باي دي اكس تساوي صفر معناته لو رحنا اشتقينا اليو وساويناها بالصفر هاي النقاط شو بتكون هي الكوليبريام بوينز حكينا بدنا نحدث انه ستيبل والان ستيبل صح هلا من الرسمي سهلات بتشوف الماكسيمم وين والمينيمم وين وتخلص هو نفس الفكرة الستيبل هم المينيمم والان ستيبل هم الماكسيمم فبعد ما اشتقيت وساويت بالصفر ام ترجع بتعوض وين في اليو صح انا عوضت في المشتقة واي كوانا هون مش بنعوض في المشتقة لما نوجد والله ما انتم صحيين اذا بدك تطلع الاكوليبريام بوينز اللو اللو شايفينا لا انت حكيت دكتور حكيت منعوض في الف العادي مش اليو فرايم اليو عادي اذا اقل من صفر اذا اقل من صفر ونفس اللي حكينا يعني بضع 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 هاي اللقات في اليو وبتشوف اذا اكبر من صفر بتكون لوكال ماكسيمم واذا اقل من صفر لوكال منيو هيخلصنا منها الاكوليبريام بوينز باش الثاني اللو التيرنينج بوينز من الرسمي سهلاك انه من قاطع الاي مع اليو بنشوف وين النقاط التقاطع بنشوف النقطة لكن اذا معاي العلاقة كيف بدي اعمل احنا حكينا ان عند التيرنينج بوينز الكاينتك انرجي سفر بمعنى انه السرعة سفر فبالتالي الاي تساوي يو صح الاي ببطل كي زائد يو لانه كي سفر فبالتالي هون الاي تساوي يو هل معاك ان تي يو فانكشن ممكن يكون اكس تربيع راطس اكس بتساوي بس بالي مثلا الاي خمسة فبتحكي انو اكس تربيع راطس اكس اللي هي اليو يساوي خمسة اللي هي الاي وبتوجب قيمة اكس قيمة اكس هك بتكون ايش هي تيرنينج بوينز تنتمي لما تشموعد التيرنينج بوينز صح فهون هيك احنا بنطلق التيرنينج بوينز لمين ل المنحدة نخد الى الفانكشن نخد مثالي بوينز 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 طيب ناخد مثالي على هادا الموضوع اللي هو كيف نطلق التيرنينج بوينز والاكليبريا نجد بوينز طيب معطيكم U of X X تربيع نعطس 2X معطيكم الإيمي كان يكال 4 جول تبدو أوليش التيرنيك بوينز وبعدين بدو الإكوليبريام بوينز طيب بكل بساطة نحن حكينا إنه التيرنيك بوينز عندها اللي خايلاتيك أنرجي صفر فبالتالي U بتساوي مين الإي فبالتالي عشان أطلع التيرنيك بوينز اللي بدي أحكيه إنه الإي ميكانيكال شو تساوي U of X صح؟ هذا شرط التيرنيك بوينز فهلأ الإي أو الإي ميكانيكال 4 تساوي X تربيع ناقص 2X فهذا معناه إنه X تربيع ناقص 2X ناقص 4 تساوي إيش؟ صفر فأحلها على القانون العام معادلة تربيعية ونحلها على القانون العام تمام؟ ها بنشوف كيف بنحلها المعادلة دكتور بس بعد الكاميرا نشوف شو عدلت خلص إيه؟ كنت بدأ شوف إيش عدلنا على اليمين خلص دكتورة أي دعديل مسحته لما رجيت حكيتنا ميش المشتقة نعود بلايك؟ طيب نحولف الفنكشن مثلا المشتقة هلا هون الإي ميكانيكال حكينا هاي طيب هاتنا نحلها على قانون العام قانون العام X-P زائد ناقص B تربيع ناقص 4AC على 2A صح؟ طيب يلا ناقص B اللي هي زائد 2 تصير يعني 2 زائد ناقص 4 اللي هي تربيع ناقص 4A كم A واحد و C كم بسالب 4 على 2 مزموط لأنه A واحد هلا هاي شو بدأ نطلع 2 زائد ناقص 4 ناقص في هاي ناقص 20 ثم تصيرها بالزبط 20 جدر العشرين على 2 على 2 فمعناته في عندك امتين لا X إما اللي هي X واحد تساوي 2 زائد جدر العشرين على 2 و X 2 اللي هي 2 ناقص جدر العشرين على 2 فهذا النقطتين بمثلولي ايش تيرني ثانية 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 فهذا النقطتين X 1 و X 2 بما إنهم بنتموا للدومين تبع اليوب صرح? لأنه اليوب النوميا X3-2X كثير الحدود معرف عند كل النقاط فبالتالي X1 و X2 ما لهم ثانية واحد بوينت اثنين واحد بوينت اثنين طيب هون لو كان اليو جدر الاكس نرفغ مين اكس اثنين ليش؟ لانه برا الدومين صح؟ لانه هون معرف اليو معرفه اكبر اكس اكبر من صفر صح؟ ما بس بتتعود تحت الجدر السالب بدي اخذك كومبلكس نمبر بعطك عدد تخيل صح؟ الاكس اثنين هاي بسر مرفوضة لكن احنا دايما اليو وكثير حدود فخلص اكس واحد اكس اثنين معرفات لانه الفنكشن معرف عن كل النقاط فبالتالي الاكس واحد اكس اثنين مقبولات فهذا العبارة عن تيرنينك بوينتس يعني السرعة عن اكس تساوي ثلاثة بوينتتو كم؟ صفر والسرعة عن السالب واحد بوينتتو كمان ايش؟ صفر يعني اذا في عندك انت جسم هذا الجسم بمشي في هذا البوتانشل او معاه او حامل معاه هذا البوتانشل بالاعتماد على اكس فدائما بتكون سرعته عن اكس واحد اللي عن ثلاثة بوينتتو متر بتكون صفر وعن السالب واحد بوينتتو متر بتكون السرعة لهذا الجسم صفر لانه هاي النقاط هي تيرنينك بوينتس واحنا عرفنا انه تيرنينك بوينتس بتكون الكاينتك انرجي عندها صفر وبالتالي سرعة الجسم صفر طيب نروح للكوليبريان بوينتس نوجد المطلوب الثاني شو بنا نعمل؟ شطق بالزرط ما نشطق الفن شط شطق بصور صفر انه احنا اللي بريمدس حكيها انو الف تساوي صفر هذا في اللي بريم appointments اللي بريمد when انو ف تساوي صفر هداى معناته انو Свاري و بتساوي صفر لانو ف تساوي سالي بالمشطق طيب السالم اصلا بتروح ماها الصفر مات تلزمنا وهذا ما شطقتو الثالowned اه.. شو مش تققت اليوب؟ نينوكس مينس ً نينوكس مينس ١ تمام؟ تساوي ايش؟ صفر السالب راحباً تكتسوى عند الواحد يتبقى تقسم على سالب واحد شو تشوف فمعلاته X شو تساوي؟ واحد واحد يعني عند واحد متر طبعاً هل الـ X احنا بنحكي بالواحد بداي اليوب الجول فاكيد هاي X بالمتال هلا هون عند X تساوي واحد في عندي إكوليبريام بوينز يعني هون القوة على الجسم تساوي صفر يعني التسارع تبع الجسم عند هاي اللقطة كم؟ إذا لأفلت صفر 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 فمش تسارع تمام؟ فهاي اللي هي الإكوليبريام بوينز فكأنه التيرنين بوينز فيش سرعة الإكوليبريام بوينز كانوا فيش تسارع هلا إذا هاي اللقطة ما نفحص إذا هي كمها ماكسيمم ولا مينمم شوفوا إذا منكم مش يتعاوضوا في هذا الـ function نصبط تبحثوا في الإشارة يعني هاي يعني نصبط تبحثوا في الإشارة هاي الواحد وتشوفوا إنه الـ function المشتقة أكبر من صفر وإلى أقل من صفر صح؟ يعني نبحث في F prime أو U prime اللي هي المشتقة هلا هون عوضوا قيمة أكبر من واحد شو تطلع؟ موجب موجب، فكل القيم الأكبر من واحد موجب كل القيم الأقل من واحد سالب فهونا decreasing فهونا decreasing فمعناته هاي ايش؟ موجب 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 وإذا ما بدك تبحث في الإشارة هاي ربحث هذه الطريقة تمام؟ تقدر تروح متأوّف في الـ function يلا لو عوضت واحد هون رح تطلع سالفي فإذا طلعت سالفي محلاته هاي إيش؟ الـ local minimum لإنه U بتكون أقل من الصفر مسبب اللي بدك إياه سوي واضح بالنسبة لـ الـ إنه إحنا شوفوا قديش هذا الكيرف اللي U مع X أو علاقة U مع X أعطتنا معلومات أعطتنا كيف نحسب الـ force كيف نحسب الـ turning points كيف نحسب الـ equilibrium points ركزنا على الـ turning points والـ equilibrium points لهلأ اللي هو إنه الـ equilibrium points حكينا إنه الـ force بتكون عندهم صفر فهم بتكون الـ slope عندهم بساوي صفر فهم بكونوا local minimum و local maximum للـ curve تبع U of X حكينا لما تكون local minimum بتكون U stable أو الـ particle stable ولما تكون الـ local maximum بتكون unstable تمام؟ وحكينا عن الـ turning points إنه عند الـ turning points بتكون الـ kinetic energy صفر بمعنى إنه سرعة الجسم صفر وبالتالي الـ e-mechanical كلها بتكون potential energy وبتسويهم ببعض وبتطلع قيمة الـ X ومن الـ curve لو رسمت أنت رسمتي ومع X ورحت رسمت الخط طبعي الـ e-mechanical اللي هي الـ constant فتطلع نقاط التقاطع هم هيش turning points طيب أول نقطة حكيناها إحنا علجنا هون الـ equilibrium points with turning points لكن في نقطة مهمة أنا حكيتها لكن ما ركزنا عليها خلنا نرجع ونركز عليها اللي هي علاقة الفورس مع الـ U إحنا حكينا إنه الفورس هي السالق المشتقة لـ U بالنسبة لمن؟ لـ X هاتوا نجرب نعمم هاي القائد طيب فهذا اللي نطلع عليه هلا إنه نطلع على علاقة U مع الـ F مع الفورس ونشوف هل هذا الحكي اللي يتناسب يعني كل اللي درسناه هون Mathematics يعني ما شوفناش اشي فيزيا له هلا هل هذا الحكي يعني بيتفق مع الفيزيا اللي تألمناها المرة اللي فاتت إنه الـ potential energy للـ spring والـ potential energy للـ gravitational force ولا لا طبعا هو يتناسب أنتو بعرف لكم طوثة قريب لما أحكي لكم إنه الحكي هذا كله صحيح بس لكن خلينا ان نزيد هاي الثقة طيب فلا تحقيق فف أكس هي ناقص DU باي دي أكس هذا معناته أنه U هي سالب التكامل صح؟ ليش؟ لأنه بكل بساطة نحن بنعرى أنه المستقطة هو التكامل فهي U هي سالب التكامل لFDX وتكامل FDX هذا شو هو؟ الشغل تكامل W فنحط هنا دلتا أنه بدل ال-DU تمام؟ لأنه بدلاش نحط يعني هي DU فهي دلتا فهي السالب الشغل وهذا اللي توصلنا له أنه دائماً دلتا U تساوي سالب الشغل لما إيش السيستم يكون isolated وconservative أنه كل الفورس اللي فيه conservative ألا معناته من هاي العلاقة أنا بستفيد إذا أنا عرفت ال-F أو إذا عرفت ال-U بعرف ال-F وإذا عرفت ال-F مقدر أعرف مين ال-U صح؟ بس بدك تنتبه إنه إذا عمّمنا هاي النقطة على الثلاث أبعاد على الثلاث أبعاد إنه إفرد لو كانت U examine لو كانت U بتعتمد على X و Y إيه؟ X تربية Y زائد ثنين X تعتمد على X و Y كيف بدي أوجهة الفورس؟ بكل بساطة توجد F X لحال و F Y لحال اللي بيصير هون إنه F X هي مشتقة U بالنسبة لـ X و F Y هي مشتقة U بالنسبة لـ مين؟ لـ Y لـ Y وكأنه هون F X هي سالد بارشة U بارشة X و F Y هي ناقص بارشة U بارشة Y يعني باشتقة U بالنسبة لـ X وباشتقة U بالنسبة لـ Y كيف إنه اشتقة لما اشتقة بالنسبة لـ X بعامل Y إنها كونستان كأنها رقم عادي كأنه أنا أنا ضارج بإثنين بدل مضروف الـ Y لما اشتق بالنسبة لـ Y بعامل X X constant تمام أو تستخدون اشتقاط الضمي اللي تألنتوا في الكاركولس لكنها يأسر فهون إذا اشتقت بالنسبة لـ X شو اشتقت X تربيع Y من يحكي لي أنا بدي أحط Y constant Y ثابت 2 Y X 2 Y X بالزبط 2 X Y مشتقت X تربيع 2 Y ما هي constant بيظلها زي ما هي في الضرب دكتور تعيد بسرعة لو سماع لما تشتق 2 X تربية لما تشتق هاي شو بتعملوا 2 بيظلها زي ما هي الثابت وبتنزلوا القوة وبتنزلوا X هون نفس الاشي الكنستانت Y بيظل زي ما هو صح وبشتقت X تربية تمام شو مشتقت 2 X هاي سهلة فيش فيها Y شو مشتقت 2 X 2 زي خلص طيب فيه سالف تنسوقش من القارب طيب بالنسبة ل Y يلا شو مشتقت الحد الأول بالنسبة ل Y X X تربية X تربية X تربية ليش لأنه X إيش كونستان كونستان هنا X تربية كونستان بيظل إذا ما هي مشتقت ال Y واحد زي هاي شو مشتقتها 0 تربية 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 أنا constant ما فيها Y يعني كأنك تشمع في رقم قاعد فهونا الصفر تمان فهلأ إذا بدي أكتب ال F كفكتور شوفوا كيف ما أحناها F إذا نكتبها في فيكتور بكتب ال X لحال اللي هي سالف 2 X Y زائد 2 باتجاه I ناقص X تربية باتجاه G إنه مركي بتاعة X لحال ومركي بتاعة Y لحال إذا عطيتك قيمة X Y بس بتعوضهم هنا وبطلع الفكتور تعي الفورس دكتور مه دكتور ما فيمتش طب ما هو الفوكي ها مش حكينا Y ثابتة طيب ليش ما صرفتش هي سفار لأنه ضرب ما هي مطروري ضرب مش جمع آه أوكي هل كيت فهمت فهمت أوكي ضرب مش جمع حايا ماشي تمام طيب فهي الفورس إذا أعطيتك قيمة X1 مثلا Y1 افرض إنه X تساوي 1 Y تساوي 1 يعني بس كمثال فتطلع F شو تساوي 2 زائد 2 4 سالب 4 I ناقص J فهي قيمة الفورس تمام طبعا التكامل نفس الشي إذا أنت معاك F بتكامل على X بتطلع دل لكن ما بدنا نروح إنه إذا كانت F بتعتمد على X Y إنك تروح تكامل مرة على X ومرة على Y هاي إنسوا تمام خلص بكفة هاي يعني هي هاي أصلا مش موجودة في الكتاب وهي زي Note خارجية بس مهمة جدا وراح تفيدكم كثير في Physio 2 ولما تأخذوا Physio 2 في Chapter الرابع لا Chapter الثالث راح تكونوا شكراً إلي تمام إنه راح تكونوا فاهمين ف هاي الفكرة في Reading the Potential Energy كيف ظهر نقطة مهمة ظهر نقطة مهمة اللي هي النقاط اللي حكيتوا عنها في البداية في المنحنة نرجع على المنحنة تمام و بس نذكركم في بعض l-Equilibrium points افرض إنه في عندك هذا المنحنة كمان مرة حكينا l-Equilibrium points اي دكتور في بنت علوات تنجريوم هون لسلوب صفر طب هاي النقاط دكتور هاي كلها يكون فترة يعني مش نقاط يعني هاي مش فترة وبس هاي عدد لانهائي مش فترة انت الخط المستقيم هو عدد لانهائي من النقاط يعني مستحيل تعده ما في عدد للنقاط يعني وانت تضيف هنا في واحد ولسه مش نتوصل ايش لو point two فمستحيل تخلص الفترة هاي الفترات هي عدد لانهائي من النقاط يعني مستحيل توصل هذا العدد طهيم تمام يعني تقدر انت تعيد من هون لهون infinity من النقاط فتخيل انه في عندك infinity من ايش l-Equilibrium points هاي بنعدل يعني بنبدلهم هذول l-Equilibrium انه هذا اشي طبيعي trifial هو موجود هيك يعني هذا الاشي طبيعيا هي إيش equilibrium points بدون ما نروح نوجد ماري ما مماثم من الحك فهاي دايما موجودة زي trifial solution تمام يعني اشي trifial يعني بديهي بديهي يس اشي دايما موجود تمام فهون هادي نسميها natural equilibrium bonus نقاط تعادل طبيعي فدائما ما نسألك في الانتحان هاي النقاط النساحة احنا دائما نسألك عن هذول النقاط اللي هم local minimum and local maximum nature points هاي شي طبيعي trivial زي ما تحكي انه دائما الـ x هو solution ل function هذا مثلا x تساوي 0 هو دائما solution لهذا function فهو نسميه trivial solution او كمان trivial solution المجموعة الخالية تذكرينها phi المجموعة الخالية هي دائما حل لأي معادل صح بس دائما نطنشها يعني دائما كنت تحط لأنه بديهيا موجودة دائما المجموعة الخالية هي حل اي معادلة دائما بغض النظر هاي المعادلة فهي هاي بنسميها trivial solution ايش بديهي فعشان هيك دائما بنطنشها تمام و بنروح بنوجد باقي النقاط اللي بدنا اياها او بنوجد وين الـ معرخ تمام بس المجموعة الخالية اللي هي هي عبارة ايش مجرد نيتشار بوينز او دائما موجودة فهي trivial solution فضلكم منذكرين هاي الكلوة trivial solution ورح تشكروني عليها لما تاخذوا اللين في السنة ثانية تمام طيب هيك انا بتمنى اني اوقف بكفي خدنا معلومات كثيرة معلومات مهمة المرة الجاي احنا وقفنا عند هاي حكينا لشابتر ثلاث اجزاء الجزء الاول انه كان لما الطاقة الميكانيكية محفوظة وبمعنى انه ما في ما في ودرسنا كل العلاقات رحنا نرسنا اليوم البوتانشيال انرجي مع الاكس وشفنا شو منقدر نستفيد من هذا المحاضرة اللي جاي حنروح ونضيف نضيف الاحتكاك او ونشوف الميكانيكا الانرجي هاي شو هيصر فيها هل حتظل كي زائد يو ولا رح تتغير هل رح تظل محفوظة ولا لا شو رح يصير في فهذا باختصار اللي هو شابتر 8 دكتور ثواني محفوظة